عندنا بقى مباراة لا حديث يعني فوق حديث مباراة الترجي انا بتفايل بقى انا قلتا عشان تترك لان المباراة مهمة جدا وطبعا الدور نصف النهائي نتمنى يا رب يكون التوفيق حليف النادي الاهلي ونقدر نعبر الموقع الصعبة دي لان مش عايزين نستهين باي فريق فريق الترجي فريق يمتلك خبرات البطولة حتى لو كان المستوى الفني مش في افضل حالاته ان شاء الله يكون عندنا مواجهة قوية ونقدر بإذن الله فرس نحاق نتيجة مهمة جدا في تونس يعني تضاف للنتاج الإيجابية في الفترة الأخيرة وتحديدا مع بيتسو مسماني خارج الأرض انا عجبني السلوجن بتاع كابتن سيد عبدالحفيز عندنا حاجة عند الترجي عايزين ناخدها اتمنى ان احنا يكون ده تركيزنا مباراة كرة القدم تحتمل كل النتائج ولكن الاهم زي ما شفنا مباراة الوداد يا اسامة في نصف النهائي البطولة السابقة انت كان عندك درجة من درجات التركيز اللي اكاد اكون من اكتر المباراة اللي شفت اللعبة ميت ديها الاولى وهي مركزة وهي عارفة ان هي رايحة تحقق نتيجة إيجابية ترجع بيها ولكن زي ما شفنا معلول بيشارك كمان واكلمنا عن معلول يا اسامة الترجي بقى نفسه كان فيه اخبار عن اقافات اخبار عن الجمهور فيه احداث تخص الترجي عايزين نحط جمهورنا اكيد فيها وفي الصورة وايه التطورات بتاعتها بالتأكيد خاصة انا فارس ان مواضيع الاخبار او الانباء اللي بتيجي دايما قبل موقعة الترجي احنا خلاص بقى عندنا دروس منها كتير جدا كان لعيبة بتعمل عمليات واللي هي بتلعب في قلب الملعب ولعيبة تانية هدغيب وبرضو اللي هي موجودة في قلب الملعب لكن قبل من روح لاخبار اللعيبة الترجي بيحاول بقوة وجمهور الترجي بتضغط بقوة خلال الفترة الاخيرة ان يكون فيه حضور جمهوري في رادس ووزارة الصحة التونسية وطبعا الامن التونسي في حالة مفاوضات كبيرة جدا مع الجماهير ولكن جماهير الترجي يا فارس اعتقد ان ممكن ضغطها يوصل على الاقل هم طبعا عايزين 12500 مشجع ووزارة الصحة ممكن تقول 5000 طبعا جماهير الترجي التونسي عارفة كواس قوي موقعة النادي الاهلي صعبة قد ايه وبالتالي محتاجين يكونوا في المدرج فانت شايف من وجهة نظرك هل هتنجح جماهير الترجي في انها تجيب موافقة بانها تحضر المباراة دي انا تبقى تصرحات مسؤول القطاع الرئيسي في الترجي والتصرحات الخاصة بالوضع في تونس هم عندهم امل كبير جدا في حضور الـ 12500 12500 ده التارجد اللي بيسعى اليه الترجي ويضغط ودائما بتلاقي التصرحات اليومين اللي فاتوا واحنا نصق ان المسؤولين حيققوا ده ونصق ان ما فيش مشكلة في ده ولكن للأمان انا عايز اقول جمهور الترجي التونسي من جمهور القوي وفي وقت كتير جدا كنا بنشوف جمهور الترجي زي جمهور النادي الاهلي ويمكن طبعا جمهور النادي الاهلي برضو لما بيحضر بعدد قليل بيكون جمهور منظم وبيكون قوي وبيكون رسالة واصلة في الملعب اعتقد جمهور الترجي لو موجود باي عدد فهو دعم الفريقه وحيفرق معاه كتير جدا عشان كده اتمنى ايضا في ظل الظروف دي نشوف مباراة العودة لو على الاقل يكون الناس مجموعة من الاعضاء او عدد نقدر نحاول ان هو يكون موجود اعتقد بشيء جاي بالتأكيد نتمنى على الاقل يكون فيه نوع من انواع تكافؤ الفرص اذا حضر جمهور الترجي المباراة فيبقى محاولة من نوع من تكافؤ الفرص ان جمهور النادي الاهلي تحضر ولو باي عدد لو وزارة الصحة وطبعا الامن المصري عندنا ادري يوافق ويسمح لجمهور النادي الاهلي بالتوابط هيبقى شيء عظيم جدا وهيبقى في نوع من انواع تكافؤ الفرص